أمام تحدي ولوج الأسواق الدولية وتدعيم المنتوج المحلي ورفع الجودة للتصدير هي ثنائية لتنمية الاقتصاد كل هذا وأكثر سأبدأ مع استضيف سيد عبداللطيف هواري مدير فرعي لمتابعة ودعم استضيفة وزارة التجارة أهلا بك معنا سيد الفادل أهلا وسهلا شكرا على الاستطافة وأمسي طيب المشاهدين نهار شكرا لك كما أصعد باستطافة سيد مهدي بوق الدورة محول وكذلك مصدر التمور أهلا بك معنا أهلا سيدتي شكرا على الضيافة وأهلا وسهلا للجمهور الجزائرية الآن أهلا بكم إذن بداية نبدأ معك سيد الفادل سيد عبداللطيف نتحدث عن معرض الذي نظمته أقول وزارة التجارة الأبواب المفتوحة حول التصدير ربما بعد انطلاق هذا المعرض بداية ما هو تقييمكم للمعرض كيف هي الفعاليات هذا المعرض شكرا جزيلا أولا لما نتكلم في الوقت الراهن على تنويع الاقتصاد الوطني لا بد من إيجاد بدائل وأفضل بديل في الوقت الراهن هو توجه نحو التصدير بالمنتوجات الجزائرية للأسواق الخارجية لأن هناك طاقة إنتاجية كبيرة نحن نعتبرها كان طاقة إنتاجية كامنة من هذا المنطلق بدرت وزارة التجارة إلى تنظيم الأبواب المفتوحة حول التصدير على المستوى المركزي وعلى مستوى كل ولاية الوطن تنظم هذه الأبواب المفتوحة حول التصدير يتخللها تنظيم معارض مستخرة باحترام شروط وتدابير الوقاية من كوفيد-19 هذا المعارض الهدف التحامل هو بين المتعامل الاقتصادي والإدارات المعنية المكلفة بملف التصدير والأهم الشيء الأهم هو تنظيم ورشات تقنية على مدار أربعة أيام وكان لنا الشرف شرفتمون أنتم بزيارتكم للمعرض على مدار اليومين هذا وما وشفتم المنتوجات المعروضة القابلة للتصدير وكذلك الورشات التقنية يعني المنظمة من طرف وزارة تجارة بمشاركة كل الفاعلين والهيئات الإدارية بالنسبة لتقييمنا نعتبره إلى يومنا هذا ما زالت الورشات متواصلة صباحة هذه دلنا ورشات تعتصدير الخدمات نعتبرها جد إيجابية نظرا للاستجابة والاحتكاك بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة باش ما يكونش هناك أن طابوا بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي في هذا الإطار نعم صيد طيب سيد مهدي كذلك أنت كنت من المشاركين في هذا المعرض الأبوض المفتوحة للتصدير ربما يعني ما هي ملاحظتك خلال هذه المشاركة في هذا المعرض شكرا سيدتي أولا أنتكلم كأخصائي في تسويق دولي وأيضا أريد أن أتحدث عن شعبة التمور والأهمية تحى في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الجزائري كما سبق لي أنا تكلمت عليه أن شعبة التمور هي شعبة كبيرة تبدأ من الفلاح حتى المصدر المصدر يبقى هو الخالية النهائية في هذا المجال اليوم احنا شفنا هذا الوراشات العمل واستقبلناها بفرح وإحنا اليوم نظهر استعدادتنا وتجاوبتنا في هذا المشروع تجزائر الجديدة إحنا اليوم شفنا في الوراشات تصريحات للوزير فرحتنا ولكن إحنا نطلب منه الوزير إن شاء الله قرارات شجاعة هو من المنبر هنا في سنوات الماضية كان يتكلم عن الشجاعة أن لا تكون مجرد خطابات تجسد على الواقع بالطبع وما تكون إلا في بعض الورتوشات في القوانين لازم تغيير جدري للقوانين هذه اللي ننادي به طيب قبل أن نتحدث عن ربما المشاكل التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون خلال التصدير ربما كذلك سيد عبداللطيف الجزائر اليوم تعمل على تشجيع المستثمرين يعني الاقتصاديين أو الجزائريين أو الشباب حتى من أجل تصدير المنتوجة المحلية خطوة نحو تشجيع المنتوجة المحلية لكن أمامه يعني الكثير من العوائق والكثير من المشاكل حتى نذهب إلى التصدير يجب تسوية هذه المشاكل لذهاب إلى الأسواق الدولية والبحث عن أسواق أكيد وهو الهدف المنشود من تنظيم هذه الأبواب شفنا في الورشة الأولى المنظمة كنا نتحدث على أهمية النقل الدولي واللوجيستيك الورشة الثانية تكلمنا على أهمية القطاع البنكي الورشة الثالثة اللي شرفنا سيد الوزير للمنتدب المكلب في الصناعة المسغرة بزيارتها ليلة البارحة الخاصة بدور المؤسسات المسغرة وكيفية دعمها للولوج إلى الأسواق الدولية وكانت وزارة التجارة منذ شهر تقريبا على اتفاقية بين وزارة التجارة ووزارة المؤسسات المسغرة تسمح بتشجيع المؤسسات المصغرة للولوج إلى الأسواق الدولية باعتبار أن وزارة التجارة تملك خبرة كبيرة في السوق الدولي وميكانيزمات وآليات عملياتية من أجل تشجيع المؤسسات المتصغرة نسيج مؤسسات صناعية الجزائرية 97% منه هم مؤسسات مصغرة الورشة الثالثة تكلمنا اليوم صباحا كنا شاركنا في ورشة حول تصدير الخدمات اللي نعتبره يعني أموتانسيال يعني كبير بالنسبة للجزائر لسيركوي يعني الرسمي سوق الرسمي تحت تصدير الخدمات يتحدث على تصدير 50 مليون دولار إلى 60 مليون دولار وإحنا عدنا تقديرات أنه نقدر نروح حتى 800 مليون دولار في تصدير الخدمات في الأمسية هذه كانت ورشة تسيير نوعية المنتجات بين وزارة الفلاحة ووزارة صناعة بمشاركة وزارة تجارة ويوم الخامس غدا إن شاء الله عدنا ورشة تدور وأهمية الديبلوماسية الجزائرية في كسب حصص جديدة نتحدث عن نقطة الديبلوماسية لأنها نقطة جد مهمة سيد مهدي كذلك نتحدث دائما عن مشاكل التي أمام المصدرين ربما نقطة مهمة جدا هي نقطة اللوجستيك الحلقة ربما الغائبة في الجزائر لفعالية التصدير كيف ربما أنت كمصدر وكذلك محاولة شعبات التمور كيف تتفاعل وكيف تتعامل مع الجانب اللوجستيك؟ حقيقة اللوجستيك هو اللاكس بريوريتار لكل مصدر هو هو اللي سوق السلع بدون اللوجستيك ما يكون الفلو فيزيك تعل السلع وسنة الأخيرة كان في أزمة عالمية في اللوجستيك ما كانش خاصة إلا في الجزائر وهذه هي مثلا النقطة لورشة هذه تكون مهمة لأن اليوم نشوف أن وزارة التجارة قطاع التجارة يقوم ببعض المبادرات ولكن نشوف القطاعات الأخرى بما فيها القطاع اللي متكلف باللوجستيك والنقل شوفوهم ما نشوفو أي تحركات في الميدان ربما قوانين موجودة ربما قوانين قديمة ربما قوانين جديدة ربما توجد نحن لا نعرفوش هذه الأمور ولكن في الميدان نحن لا نلاحظ هذا مثلا في الورشات شوفنا ناس ومتعاملين مختلفين عندهم مشاكل من مشاكل بسيطة إلى مشاكل كبيرة ناس عندهم أسواق وما قدرواش يوصلوا السلع تحهم إذن حتى ويكون جهد في القطاع التجاري وما يكونش جهد في القطاع يعني هنا يجب أن تتضاف الجهود في كل القطاعات من أجل تسوية هذه المشاكل هذه المشاكل يعني احنا نقوله بالمصدر هو الحلقة الأخيرة في السلسلة تبدأ فيها تدخل لازم تدخل كل القطاعات حنا اليوم رأينا نناديو أنه كل القطاعات يساهموا بطريقة جدية وليس كلام اليوم رأينا نشوفوا بعض القطاعات بما فيهم قطاع تجارة رأيهم ينشطوا حتى ويكون يعني قرارات متكونش ضخمة ولكن فيه بعض فيه بعض التحركات اللي رأي تشدعنا وما كانش هذه التحركات اللي شجعنا لو قالوا أنه تصدير راهو توقف أبدا نشوفوا مثلا في التسعينات كان تصدير في التسعينات أحسن من راهو اليوم في الألفينات طيب أين الخلل ربما؟ الخلل أن القطاعات الأخرى نساهم في البروسيسيوس هذه الوراشات باش نناديوا كنداء لهذه القطاعات باش يدخلوا باش يشوفوا باش يكونوا قراب للمتعملين للمتعملين نحن المصديرين الوزارة التجارة راه تستقبلنا ونتحدثوا معهم في بعض الحالات كان حلول في بعض الحالات ما كانش حلول ولكن 80% من المشاكل لا تعني قطاع التجارة تعني قطاع أخرى سنكمل كل هذه النقاط سيدة مهدي فقط مشاهدنا الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الملف نعود إليك سيدة عبداللطيف فيما كنا نتحدث عن مشاكل التصدير وتحدثنا عن نقطة اللوجيستيك الآن نذهب إلى ربما نقطة كذلك متعلقة دائما بمشكل التصدير هل الآن منتجات الجزائرية قابلة لها ربما مقاييز دولية حتى تذهب أو تكون من المنتجات التي يمكنها أن تذهب إلى الأسواق الأوروبية خاصة أنه نعرف أن الأسواق الأوروبية فيها منافسة شارثة يعني جودة المنتوج صورة المنتوج هذه تدخل في ميكانيزمات المواد أو المنتجات المحلية جيد نجوبك على السؤال هذا الرسالة تعسيد وزير تجارة البروفيسور كامل رزي كانت واضحة فيما يخص دعم الصديرات الجزائرية أو دعم المصدرين أفضل دليل هو في فقط عشرين يوم نظمت وزار التجارة حدثين اقتصاديين مهمين خاصة بالصديرات 2 مارس نظمنا يوم دراسي للمصدرين بمقر الوكال الوطني للترقية التجارة خارجية 22 مارس اليوم رانا نشهد تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المركزي وعلى مستوى كل ولاية الوطن كان بعض الولايات تخلفوا ربما لأسباب تنظيمية ممكن بأسبوع ممكن بعشرة أيام ولكن كل ولاية الوطن رح تعرف تنظيم هذه الأبواب المفتوحة باش نرجع لسؤالك هل المنتجات الجزائرية قابلة للتصدير أفضل يعني أفضل جواب راح وش هنقول لك أنه هناك عديد لمصدرين الجزائيين اليوم ماشي كما ما قبل أصبحوا يسويقون منتوجاتهم ويصدرونها ويستقبلونها المبالغ بالعمل الصعبة قبل إرسال البضاعة إلى الخارج هناك عديد مصدرين شباب يعني تحصنت صورة استرويج المنتجات أكيد أكيد هناك مصدرين جزائريين شباب هناك جيل جديد من المصدرين الجزائريين الذين يسويقون منتوجاتهم إلى الخارج أنا نقول لك مثال على التمور التمور الجزائري تصل إلى أستراليا التمور الجزائري تصل إلى دولة أستراليا إلى دولة أمريكا إلى دولة جنوب إفريقيا تصدر التمور الجزائري إلى 64 دولة في العالم ليس سهل لكي توصل المنتوج الجزائري إلى 64 دولة من العالم نحن حبينا اليوم من خلال أبواب هذا ما لكي يكون احتكاك في المعرض كانت تعليمات سيد الوزير واضحة لا حبينا نديروا معرض كبير لدينا كورونا وكوفيد حبينا نديروا معرض صغير فيه سيفري لزينستيتيشون يعني الهيئات المختصة بالتصدير وفيه المصدرين المصدرين لم يكنوا بزافة إلا شفتوا كانوا ياربي عشرة أو خمستاش المصدر من المصدرين هذو ما كان المصدرين يعني عندهم خبرة كبيرة في المجال عشرين أو ثلاثة سنة كما الأخ وكان المصدرين شباب حبينا هذا الاحتكاك بين المصدرين تعالجي السابق اللي راهم يوصلوا في المسيرة وراهم يكونوا فيه مصدرين وشباب وحد أخرين وكان المصدرين شباب راكيت لقيت بهم البارح على همش المعرض لما شرفتنا بزيارتك الأختريمة كان المصدرين الشباب في عمرهم خمسة وعشرين وستة وعشرين سنة يصدروا منتوجات بمليون واثنين مليون دولار نعم نقطة جد مهمة كذلك سيدة مهدي ربما الجزائر كذلك تحدث عن الورشات الجزائر لا تقوم بربما فعاليات لتكوين المصدرين لأنه ربما التكوين مهم جدا للمصدر حتى تكون عنده يعني دراية بأين سيذهب وحتى الأسواق الأوروبية من منافسة وكذلك الدول العارضة هذه النقطة تعتبر إشكالية كذلك أمام المصدرين شكرا سيدتي وهذه النقطة بالضبط حنا كنا تحدثنا عليها من قبل هذا وش كنا نقوله أنا شعبة شوفي نعود نقوله الفكرة الأساسية أن شعبة التمور راهي ثروة للجزائر ثروة كان غير في الجزائر وسيلي دونتيتي تعالجزائر هي تمثل شخصية تعالجزائر حول هذه الشعبة كان ملايين من الناس عيشين فيها استام بخودوي سوسيو ايكونوميك وتسمحي لي فقط نقطة حبيت نقول أنه دايما في هذه الحلقة كان حلقة المصدر حلقة المصدر اليوم المصدر الجزائري وخاصة خاصة بعد جائحة الكورونا تالعام اللي فات المصدر الجزائري راه هم ريض الشركات مثلا كان عندهم سلع كثيرة أطلفت كان اليوم شركات رأي تحت الديون ومعندهمش كيفاش يرام يتخبطوا في هات الديون كان شركات عندها مشاكل تعتبطين الاستوطان الأموال هذما الشركات احنا هذا نداء باش نشوفوا هذما الشركات حالة بحالة وما نشوفوهم بنظرة مساعدة يتم الاستماع لهذا الشركات نعم نشوفوهمش بنظرة عقاب نشوفوهم بنظرة مساعدة وننظروا ليهم باش إذا غلط نصحوه ونديروا المذهبين نوقف صبورة ونشوفو حالة كل شركة وننظروا فيها نعم نذهب إلى نقطة التكوين نعم 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 نعلم تلك… في الوراشات ونا كنا قلنا لهم أنوا هذا القطاع إننا ملتي سيكتوريال والقطاع الأهم هو التكوين مثلا نحب نتقل للأسواق الخارجية لازم لها لسرتيفكاسيون سرتيفكاسيون إيزو وكذا وكذا هذه السرتيفكاسيون لازم لها دي كادغ في الشركات يخدموا فيها اليوم بعض الشركات المصدرين الكبار اللي عندهم إمكانيات رغم يكونوا بعض الشباب ولكن تكوين ما يقوليش على الشباب تكوين يقولي على الجامعات يقولي على دور تكوين المهني كاين عندنا وزارة تجارة عندها برنامج مع غرفة تجارة لكاسي يديرون ليميتي للكسبور يديرون ليميتي للكسبور في كل ما تكون دورة فيها لجوء مهم لحديثك عن تكوين أخذنا إلى كذلك الحديث ربما كآخر سؤال سيد مهدي تمثيل الجزائر ربما في الشأن الدبلوماسي يعني في الخارج هو محتشم جدا حتى لأنه لكثير من العارضين يعني يجدون مشاكل وهم تحتوا حتى أنا لما كنت أمس في هذا المعارض كان كثير من العارضين يقولوا أنه مشكلتهم أنهم لما يخرجوا في فعاليات دولية من أجل ترويج المنتجات المحلية المنتجات الجزائرية لا يجدون مرافقة يعني بشكل دبلوماسي الجزائرية في الخارج غائبة حقيقة سيدتي وهذه هي أشوف احنا أنا ناديو اليوم بتغذير جدري قبل ما يكون فيه تصدير لازم يكون الماركوتينج يعني تصدير صورة الجزائر وصورة الجزائر سيدتي مع من يجوز ماشي مع التجارة يجوز مع السياحة لازم يزارة سياحة هي اللي ترويج الجزائر في العالم عبر قناوات دبلوماسية بالطبع ونحن نحيي المبادرة الأخيرة تاعة دبلوماسية اللي خاصة هذا المكتب مخصص لمساعدة المصدرين في الخارج شكراك سيد نهدي باختصار سيد عبداللاطيف كيف يخص التبنثيل الدبلوماسي كذلك في ترويج المنتجات المحلية كذلك في الخارج مبادرة نثمنوها من طرف وزارة الخارجية حقيقة كان تمثيل الدبلوماسي محتشم في السنوات السابقة لكن اليوم نلتمس إرادة سياسية كبيرة في مرافقة المصدرين لا سيما الدبلوماسية الاقتصادية على مستوى الممثلة على مستوى كل بلدان العالم نعم شكرا لك سيد عبداللاطيف هواري مدير فرعي متابعة ودعم الصادرات بوزارة جاعر كل ما قدمت في هذا الملف وكذلك شكرا لك سيد مهدي أبو قدورة محول ومصدر التمور على حضورك معنا هنا في الأستوديو شكرا لكم شكرا لكم شكرا إذن تكملة لأخبارنا ومشاهدين